البرس المسألة المتقسم البعض بالتفصيل تعامل البعض both hair squares من باعث غطة الجزء البعض هو تيركييز تيركييز نحن قلناها من شوية يعني لكن الوقت هناخدها بالتفصيل طبعا الجملة دي مهمة لأن لو اليد مرجن مش normal in position في الحاجة دي بنسميها انتروبيون في بعض الكتب بتعمل اول حاجة موضوع روبينج لاش لوحده بعد كده لوحده وفي بعضهم بيعملهم يعني ايه مجرد ان بي كده مش هتفرق كثير هو معناها ان في اكتر من اربعة لاشز انما لو عندي اقل من اربعة لاشز عمالة حفة في القرانية بنسميها طبعا الشرط المهم في التركيز او الروبينج لاشز ان اليد يكون لأن لو هو لافف او طالع لبرة بيبقى بنسميها حاجات تانية انتروبيون واكتروبيون ده هنعرفها بعد بعدين يعني ايه سبب التركيز تركيز من المترجم تركيز 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 مرد ورأسي او مرد او عيب خلقي بيكون في صف زايد من الرموش غير الرموش اللي موجودة اي احنا عندنا مثلا في اه اه او او تو روز او في اي لاشيز دوت بيقدي الى ظهور مثلا اكتر من 3 ا 4 صفوف تقعان 3 ا 4 صفوف من الرموش وبالتالي الصفوف الزيادة اللي ورا بتحفف القرانية فبتعمل عندي تركيسز او ممكن عندي اقويرد في التراكومة والالسرتف بريفايسز زي ما قلنا من شوية والبيرنز كنا قلناهم قبل كده برضو البرن في ايه فكرتها ان انا لو حصل عندي حرق في الجفن كده من على طبعا حرد ادوات برضو بيهيل بفايبروزيس فيشد الايلاش لجوه فيعمل عندي تركيسز السيمتومز يعني ممكن نقولها ازاي تخيل ان جسمك في حاجة غريبة تخيل انت نفسك في رمش وقع في عينك وبالتالي اول حاجة ايه فورين بود سنسيشن كونجنكتايف الهايبريم يعنك هتخمر من كتر ما عمال الرمش يحفي فيها فوتفوبيا والأكريميشن والبفروسبازم ديت طبعا كلها حاجات رليتد للقرانية لو احنا فاكرين شابتر القرانية من كتر ما الرمش حفت فيها عملت فيها ألسريشن وبالتالي بحصل التلات اعراض دولت بيقضائما مع بعض الدكتور لو ما يجي بوص هيلق فيه طبعا تكون واضحة من بره يعني مالديريكتد ربي انجليشز و سينز اوف كومبليكيشن اهما كومبليكيشن اللي هنا ويحصل عندي برضو لو حصل لهم هيلينج اللي اتنين دولت هيحصل لهم ابثيال بليك اللي ها فايبيروزوس نفس الكلام مع القرانية برضو ألسريشن وبعد كده فايبيروز اللي هو ابثيال بليك ازاي بعالج الربينج لاش او التركيزس اول حاجة في عندنا الربينج لاش بيكون لها علاج لان الربينج لاش طبعا اقل من اربعة فعلاجها بيكون مش محتاجة عمليات بيكون عمليات بسيطة يعني بنحفظهم ازاي اول حاجة ابليشن اننا انت في الرمش ده خالص هما اقل من اربع رمش او اقل فلو على الاربع رمش هما دول المدقيينه انتفهم وخلصوا منه بعد كده بنحفظهم ان سخن وبارد وكهرباء الايكتروليسيز دايسيرمي اللي هو السرم الكواجوريشن والكرايو كواجوريشن اللي هو برضو زي السرم الكواجوريشن بس بالتبريد مش بالسخنية بنعمل كواجوريشن للهير فوليكل بحيس نمنع ان هي تظهر تاني الشعرية بتختفي للأبد وايكتروليسيز برضو نفس الفكرة يعني الفكرة مالتادة دولت ان احنا بنكنسل الهير فوليكل معدش تطلع رموش خالص انما ابليشن ده يعني حل مؤقت ممكن بعد من نشيل الرمش يطلع تاني الرمش الجديد يطلع بحفظ فبنعمل حاجة من الثلاثة دول اما دايسيرمي او الكواجوريشن والثلاثة نفس الفكرة لكن بيختلفوا في الطريقة اللي بنعمل فيها قتل للهير فوليكل واحدة سخنة واحدة بالكهرباء واحدة باردة طيب في حالة التركيزس اللي هو في عندي اكتر من 4 رموش لفين لجوه لكن الليد انتكت ونورمال بوزيشن بنعمل عمليات في عملياتين مهميتين بنعملهم الاولنية في حالة الابر اي ليد بنعمل فان ملينجينز اوبريشن وفي حالة اللور ليد بنعمل الويبستر اوبريشن بنقراهم كده بعد كده نشرحهم مع الرسمة طبعا هي التفاصيل العملية يعني مش مطلوب ان انا عرف تفاصيل لكن احنا الفكرة هنا ان احنا هنشرحهم مع الرسمة ليه لان احنا بعد كده ما ناخد انتروبيون واكتروبيون العملية هتكتر شوية هيقفي عندنا سنيلينز اوبريشن وهيبقفي بعد كده في التوزز في اوبريشنز تانية تظهرت برضو طبعا هي كلها اسمي علينا بس الفكرة ان انت لو ما عرفتش فان ملينجز والويبستر بيتعاملوا ازاي وفين وطريقتهم يعني مش هتعرف تتخيل هما بتحط في اي مكان لكن دلوقتي لو فهمت احنا بنعملهم في اي مكان والهدف منهم ايه بالظبط هتقدر من غير حاجة ان مجرد ما تعرف في المرض تقول اه ممكن استخدم هنا فان ملينجز اوبريشن لو حالة تانية ممكن اه تقول هنا ممكن استخدم ويبستر اوبريشن مجرد ما تتخيل اللي احنا هنقوله دلوقتي نيجي مثلا عن فان مينجز قلنا ايه بلايس باكال ميوكاس انتو جري لاين طيب الفان مينجز اوبريشن تشوف في الرسمات ديت عندها ديستيكيسس دوت اللي هو ابنورمال ايلاشز طبعا ممكن تظهر عندي في الاوبنينج او في الاوبنينج او الاورفس بتاعتها زي ما احنا شايفين هنا في رموش زايدة طلع من مكان ابنورمال عشان كان رموش زايدة وتلفف لجوه وعمال يحك يحك في القرانية ديت حاتي تريكيسس طيب دوت تريكيسس في الاوبار ليد طيب انا رقتي عندي رمش رافف لجوه كده وعمال يحف في العين او عندي اكتر من اربع رموش الحل هنا ايه ان انا باجي عند الجري لاين بفرد المكان ده كده هو الجري لاين اللي سود اللي انا عملته ده باجي عنده وبجيب باكال ميوكاس جرافت بجيب ميوكاس منبرين من اي مكان بالجسم غالبا من الباكال ميوكوزا واقوم افتح الجري لاين ده وحط هنا الميوكوز اللي انا جبته طبعا انا ما حط هنا ميوكوزا المنظر ده هتبعد المكان ده شوية على المكان ده هيتزقل قدام شوية بالمنظر ده تمام؟ وبالتالي ما يتزقل قدام تقوم الرموش اللي بتحفى في القرانية ديت او في الكونجنكتايفة تبعد هي كمان لقدام تبقى ايه بعيدة بالمنظر ده وبالتالي عيان متأثرش بحاجة ده هو الفان ميوكاس جرافت حطناه هنا في المنظر ده كده طبعا ميوكاس جرافت بقى ايه؟ بنحطه على راحتنا لان احنا فتحنا جري لاين بنكبره على راحتنا لحدة بنالقى ان الرموش بيعتد خالص عن القرانية والكونجنكتايفة طيب في اللور ليد مش هنستخدم افرض بقى في اللور ليد عندي ايه يعني انا هرسم هنا كده نفرض ان ده اللور ليد كده وفي عندي هنا رمش جاي جاي منظر ده واحدة هيقول لي يلا نعمل ايه؟ برضو نفجي هنا نفتح في ونحط ميوكاس تقوم تبعد عنه هقول له اه صح ممكن نعملها بس احنا مش بنفضل نعملها ليه؟ لان كوزموتيكالي بيبقى الابيرانس بتاعها مش حلو العيان مش بيحبه ليه؟ انا عندي الاي ليد هنا لو ليبتوا البرة شوي لو حطت هنا ميوكاس جرافت وقلب حاجة بسيطة البرة بحيث يبعد الرموش مش هيبان للي بيبص عليه حاجة لان الاي ليد بطبيعته الطرف ده بيبقى نزل تحت بالمنظر ده انما اللور ليد انت اساسا بتكون شايف الليد مارجن بتاعه انما هنا الليد مارجن بيكون مداري حتى لو بعيدتوا بميوكاس من برين بيكون مداري برضو الى حد ما انما هنا اللور ليد هو باين فانت لو جت تعمل ميوكاس بكر ميوكاس جرافت هنا هتلقى الليد قلب منك لبرة بالمنظر ده فلما يقلب منك لبرة هيبقى شكله مش حلو يعني هنا مشكلة لكنها نظريا ممكن نعملها عادي وعمليا ممكن نعمل هلا كان العيان هيبقى شكله مش حلو فبنعمل حاجة تانية اسمها الويبستر اوبوريشن بنعمل ايه الفكرة هنا بقى ان احنا بنيجي في المكان ده في عندنا طبعا نحن فاكرين ساركا سابتر ثالث في المكان ده كده بنيجي عند الساركا سابتر ثالث وبنحطه في الميوكاس جرافت بدلا من نحطها في الجري لاين بنحطها في المكان ده بنعب المكان ده كده بميوكاس جرافت يقوم الليد يحصل له يبقى اكثر استقامة يبقى طالع بمنظر ده كده يعني هو يعني عشان محدش يقول ده لا انت كده كأنك بتعالج هو اوكي فيها جزء من علاج لكن الليد مارجن النورمال الى حد ما لافف لجوه بس احنا بنخليه بقى مستقيم اكتر من الاول فميققوا مستقيم اكتر من الاول بتبعد شوية عن القرانية وبالتالي ما تحفش فيها الده كده مبدأ السنلنز اوبريشن اذا السنلنز والفールل يظظ Junget والفان ميلانينجيس اوبريشن ما لديه ميوكاس جرافت لنف такو نخ Mercedes زوجين uhpub filter مستخدمه في الابرلكس وبنعط الميوكاس جرافت في الجري الإنس إنما في اللارلي faced نضع نكام الابر Перв السلكس سبترساليس الدستكيسز اللي هي في عندي abnormal eye lash أو abnormal row of eye lashes بنعمله splitting of lid margin and cryo application to destroy hair follicle of extra row lash يعني بنيجي هنا مثلا بنعمل عندي صف زيادة من الرموش بنقوم نكسر كله بالcryo coagulation وبإضافة ان احنا برضو ممكن نعمل بحيث ان احنا نضمن ان الرموش الزيادة دي متطلعش مرة تانية